كنت لعب مع صحبي كنت مروا حد طريق البيت وجل صاروه وقتطعت لي ماته ماته يومي ثماني طيب دل حين اشتعملت انا طرف صناعي مبتسم رغم عام من الالم والحرمان من اللعب يبدو الطفل عمار وهو يجري التمارين اثناء صيانة طرفه الصناعي في مركز الاطراف الصناعية بهيئة مستشفى مأرب والذي تشغله منظمة اطباء عبر القارات التركية بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ويستهدف ثلاثمائة حالة تحتاج الى اطراف خلال المرحلة الاولى نشكر جميع القائمين على مركز الملك سلمان على انشاء هذا المركز هناك شباب كثيرون بحاجة ماسة الى تركيب اطراف صناعية وكانوا فعلا يعني غير قادرين على السفر او على يعني ايجاد حل لهذه المشكلة التي يعانون منها فائز السلامي احد جرح الحرب حظي باول طرف صناعي بمواصفات عالية ودقيقة تمت صناعته في محافظة مأرب ضمن المشروع فيما يقوم الفريق الطبي بتمارين تأهيلية للحالات مع عملية صناعة الاطراف وتحويل من تعذر مساعدتها الى الخارج نشكر الملك سلمان والمسؤولين على هذا المشروع الى افتلاح هذا المشروع الاطراف الصناعية لا ينتهي هذا المشروع بانتهاء العام حيث يعد المركز بتجهيزاته وادواته ورشة حديثة لصيانة وصناعة الاطراف ومعمل تدريب لستة اشخاص اراده مركز الملك سلمان صرحا طبيا يقدم خدماته لعقود ليس الهدف من هذا المشروع هو تركيب الاطراف لثلاثمائة حالة فحسب بل الهدف الاكبر هو تدريب كادر يمني قادر على صناعة اطراف في المستقبل محمود الحميدي الاخبارية مأرب